دكتور شيرين هو أصلاً تركيبة مخ الطفل ده فيها خلل؟ فيها خلل عضوي بمعنى أنه إحنا الطفل العادي اللي هو سنة وسنتين الفصل الأمامي من المخ ما بيبقاش مكتمل يبقى لسه ما نضقش عشان كده دايماً هو بيتشاء ودايماً بيعمل حاجات إحنا شايفنا مش مناسبة للمكان ومش مناسبة للأشخاص وما بنقولش حاجة ما بنقولش عليه حاجة بنيقول لسه لسه عيل الطفل ده لما الفصل الأمامي ما بيكتملش بالصورة المناسبة بيتحول إلى طفل ADHD فبيبتدي يعمل التصرفات الغير ملأمة فرط الحركة قلة الانتباه الاندفاعية كل ده بيعمله وهو في سنة أكبر بقى ثلاث سنين واربع سنين بس هو مفروض بدأ يخذ الباور بقى يقدر يتكلم يقدر يلعب يتحرك مش موضوع خد الباور هو مكمل هو ما نضقش هو كبر كجثمان تمام؟ إنما السيطرة على مفعالاته والسيطرة على حركته لسه كطفل سنة واثنين وده بسبب بتبقى يعني البالانس بتاع المنقلات العصبية تمام؟ اختلف طب الجزء المفقود ده يا دكتور خلاص مش موجود معي طول العمر؟ لا أخو مش مفقود هو ما نماش بالشكل المطلوب ممكن أشتغل على تنميته؟ طبعا طبعا وبنشتغل على تنميته دوائيا مش شرط مش شرط هي دي النقطة هو خلينا نعرف طب أسباب إيه؟ إيه أسبابه؟ أسباب ده الأول سبب إحنا عندنا هو الوراسي سبب يبقى سبب وراسي عندنا بعد كده ممكن نقص أكسوجين أثناء الولادة مشاكل في الحامل بتاع الأم ووجوده في حضانة فيخلي إحنا إحنا بعد ما بنتولد لسه المخ بينمو هو ما هو ما ما اكتملش هو بيكتمل في مراحل اللسنية بتاعت الطفل طيب في حاجة وقفت النمو ده زي الأسباب دي طب إحنا عايزين نعالجه على حسب الحالة إيه؟ يعني الحالة درجتها إيه؟ وعندها إيه؟ فلازم نشخص الأوق حبتدي أشخص عشان نقول حريك نطينه عليك عشان عشان نقوم بتبقى عندي تفاصيل كتير والله يا دكتور شيرين برضو حابة بعرفها يعني هل بيتخطى مرحلة الشقاوة أو عدم التركيز ولا بياخدني لسكة تانية خالص لو أنا مهتمتش يعني هو إيه الفرق بين شاءه ومتلازمة فرط الحركة للتركيز لا أنا ممكن أكون بتشاءه بس عارف بعمل إيه؟ وممكن حد تاني بيعمل مئة حاجة هو مش عارف رايح فينه بيام دين مش حكاية عارف هو بيبقى عارف هو مش قادر يسيطر على نفسه فأنا لو أنا الطفل عندي شيء مثلا في البيت بس أو في المدرسة بس تمام؟ لا ده هو كده عارف يسيطر على نفسه فين؟ وإمتى؟ ومع مين؟ ده ما عندهش مشكلة ده شيء ده سلوك ده دلع إنما لو هو في كل المواقف ومع كل الأشخاص مش عارف يقعد ومش عارف يسيطر على الفعلاته ومش عارف يسيطر على الدفاعه لا هو عنده مشكلة ده حاجة غير إرادية ففيه مفهوم غلط إنه مفهوم خاطئ تماما إن الطفل ده قليل أدب أو مترباط خالص هو مش قادر يا جماعة يعني أنت مهما زعقت فيه هل يفوت كدراته كدراته المخ هو اللي بيتفاعل ده المنقلات العصبية اللي هي المواد اللي بتطلع من المخ عشان تدي أوردر من خلية لخلية تمام البالانس بتاعها الميزان بتاعها مختل فمش عارف يسيطر طب العلاج ممكن يوصلها لنسبة شيفة كويسة أطب يوصل لشخص طبيعي ممكن يبقى شخص طبيعي فيه أطفال بتوصل لشخص بيوصلوا هم دايما هيبقوا مش طبيعين ومش طبيعين دي بمعنى أنه ممكن يكون فيهم حاجة حلوة كمان مش حاجة واحد هم مختلفين دايما الـ IQ هيبقى بتاعهم عالي دايما هيبقوا ذاكي هيبقى متميز في حاجة معينة يعني حدايةك عارف الممثل ويل سميس هو ده طبيعي ولا مش طبيعي بصراحة بحس إنه مش طبيعي هو ايه دي اتش دي والله جيم كاري بس كبر واشتغل وبقى لي اسم وكل ده فانت فيه بس ما فقدش مزايا كتير ربنا الدهار ايه مفهوم بقى الطبيعي عندنا احنا اللي بنحط الطبيعي اه دي مقايسنا احنا يعني بزبط إنما هو ناجح هو احنا الطبيعي بتاعنا بمفروض إنه مفهومه ايه إنه ناجح ومندمج مع المجتمع ومتفاعل معاه تمام هو كده احنا عايزين نوصل للطفل ده إنه يبقى كده هو وصل لده هو ده مفهوم الطبيعي هي المهمة محتاجة تضافر من الجميع ولازم يكون عندنا إيمان بالعلم وبالثقافة أساسي بكل شيء ترجمة نانسي قنقر